تحدث الصحفي عن كل الجوانب الصحفي عبدالخالق عمران عاجز عن الحركة نتيجة تعذيب يتعرض له بشكل مستمر من قبل الميليشيا في صنعاء وعلى وقع هذه الفاجعة سارعت أسرته وزملائه وبعض المنظمات المحلية إلى تنفيذ وقفة احتجاجية مطالبين بإنقاذ حياته ورفاقه من المختطفين في سجون الميليشيا تأتي هذه الوقفة كجرس انذار وما يشبه نداء الاستغاثة من أسرة الصحفي عبدالخالق عمران وأسرة الصحفية بشكل عام الإعلاميون والصحفيون والحقوقيون يشعرون بأنهم ربما يفاجأون يوم من الأيام بأن عبدالخالق عمران يعود إلى أسرتي جثة هامدة كما عاد الكثير الزمين عبدالخالق عمران أكثر الزمانة تعرض للتعذيب الآن وضعه سيء للغاية نستطيع أن نقول أنه مخيف تكررت الفعليات المطالبة بإطلاق سراح المختطفين منذ عام ونصف واليوم يطالبون بإنقاذهم من الموت نتيجة تعذيب ممنهج وما بين هذه وتلك يتعرض الصحفيون لتعذيب نفسي وجسدي بالغ حيث تؤكد أسرة عمران أنه تعرض ليلة الثلاثين من نوفمبر إلى ما يشبه حفلة تعذيب جعلت منه معاقا وغير قادر على الحركة نتيجة إصابة عموده الفقري كلهم باستطاعتكم فعل الكثير أنتم منظمة دولية تستطيع أن توقف حكومات ودول أعجزتم أمام مليشيا أعجزتم أمام إنقاذ حياة شخص واحد ويتبعه عدة أشخاص في سجون المليشيا ما يتعرض له عمران الذي اختطفته المليشيا وثمانية آخرون في يوليو قبل سنة ومنعت أهليهم من الزيارة قليل من انتهاكات المليشيا الإنقلابية التي تجردت عن جميع المعاني الإنسانية وتجاهلت أنات وآلام أهالي ودوي المختطفين خلف القضبان تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في الوقت الذي تمارس فيه المليشيا الإنقلابية صنوف التعذيب النفسي والبدلي للمختطفين وصل حال البعض منهم إلى العجز عن الحركة خليل الطويل كناتو بالقيس